بسم الله الرحمن الرحيم سهل الخمسة من وقع الحياة أفرض أن 81% من سائق إحدى المدن يستعملون حزام الأمان إذا تم اختيار سائقين واحدا تلو الآخر عشوائيا من بين 100 من السائقين وكانت هذه المجموعة تأكد صورة المجتمع فما احتمال أن يكون إحداهم على الأقل لا يستعمل حزام الأمان طيب هنا تم اختيار سائقين واحدا تلو الآخر واحدا تلو الآخر يذكرنا في احتمال حوادث الغير مستقلة لأن السائق الأول أو احتمال السائق الأول يؤثر على احتمال السائق الثاني المطلوب هنا ما احتمال أن يكون إحداهما على الأقل لا يستعمل حزام الأمان يعني نجيب متممة الحوادث الغير مستقلة إذن نقول الحادثين غير مستقلين حيث أن A هو السائق الأول وB هو السائق الثاني ونكتب قانون الحوادث الغير مستقلة A تقاطع الـ B احتمال الـ A ضرب احتمال الـ B شرط حدوث احتمال الـ A احتمال الـ A هو 81 من 100 إذن 81 على 100 ضرب احتمال الـ B شرط حدوث الـ A إذن نقص 1 من 81 رح تكون 80 وننقص 1 من جموع رح تكون 99 نضربها في بعض رح تكون 81 ضرب 80 يساوي 6480 99 في 100 9900 وهذا يساوي بالتبسيط بالحاسبة 36 على 55 طيب الخطوة الثانية نوجد متممات الحوادث الغير مستقلة إذن نقول هنا هذا احتمال الحوادث الغير مستقلة متممتها رح تكون 1 ناقص احتمال الحوادث أو الحادثين الغير مستقلين إذن يساوي 1 ناقص هذه وجدناها 36 على 55 وهذا يساوي واحد المقاماتنا 55 في 1 55 ناقص ناقص واحد في ستتاثين ستة وثلاثين وهذا يساوي هنا 55 وهنا 35 ناقص تسعتعاش تقسيم 55 سيساوي 0.3 4 5 ستتكرر 45 أكثر من مرة طيب هنا العدد الثالث خمسة أو أكبر من خمسة نزود واحد إذن نزود واحد على أربعة ستتساوي 0.35 35 طيب نضربها مية عشان نوجد المسبة المؤوية ستكون 35 بالمية إذن احتمال أن يكون أحدهم على الأقل لا يستعمل حزام الأمان هو 35 بالمية اشتركوا في القناة